بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا نعود من جديد لنواصل التعريف بمظلومية شيوخ طربية والتعليم قدماء المحاربين الذين تقعدوا برسم الأفواج تصاعديا من 2003 إلى ما تم 2011 ولم لا 2001 إلى آخره ولم يتوقف السيد أبزازي عند 2000 بل قال إلى آخره ونحن نعرف لماذا لم يتوقف في 2000 إذن المظلومية فهي شاملة كاملة كثرة الهم قال لك تضحك كثرة الهم تضحك لا إله الله محمد رسول الله وقبل كل شيء تتعرفونا مزيلا واللي نبحلع إلى سنتين ونصف وتنحيي جميع الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر الذين يعني سايرون منذ سنتين ونصفهما متبعين يعني يتابعون يعني الخطوات دينا النضالية اليومية المستمرة المداومة هي الأصل والاستمرارية والتشبت والقناعة بالمظلومية والإيمان بها هو الذي يوصل إلى بر الأمان وليس الاستسلام أو التكالب أو النضال بالوكالة النضال بالوكالة وعندما تتمير كما قالوا عندما أسسوا ذك التي سموها التنصيقية دي الشجرة المباركة أبي تحت الشجرة وعندما تتمير قال لك سنأتي لنقطفى التمار وذلك الشمال يعني جاوبش ديرهم سنتين ونصف وهم في سباة عميق غابرين عن الوجود ما تبانوش أصلا وتشردموا وتشتت شملهم لأنهم كل واحد تسوط على كبوالته كل واحد تسوط على كبوالته وكل واحد يعتز بنفسه ويحاول أن يكون هو الزعيم المخلص المنقد في حين أنه شمات حتال منافق شلاه بفراقشي لا يقدر أن يعني ينش حتى دوبابا وأستسمحوا من الإخوان والأخوات الذين يتابعوننا وتنعرفوا كينين بعد الأساتداء كما وصني الأمس كينين بعد الأساتداء متقاعدين نحترمهم تنحترمكم بزاف وانتم لا تتقدرون وتعدرون لأنكم ما تتعرفوش ما يدور في الكواليس فلولا يعني متى نبغيش ننشر الغسيل حسنا في هذه الأمور لأن على كل حال هذه المسائل غير يجي واحد اليوم وغير من الماضي وهذه الفيديوهات ستبقى للتاريخ التي فاقت فاقت يعني ألف ومئتين الزيادة حتى أصبح هذا الملف يعرفه الآلاف المؤلفة سواء داخل الوطن سواء خارج الوطن ويتواصلون معنا باستمرار والحمد لله أوصلنا هذه المظلومية ودرنا جهدنا وكتر من جهدنا وما زال نروح الجهد دينا وكتر من جهد دينا حتى نوصل السفينة إلى بر الأمان لأن الربان هو آخر من يغادر السفينة في حين أن هؤلاء الأسلام غادروها منذ بدايتها وتآمروا فيما بينهم وداروا يعني ديكليك بينتهم وكل واحد تحفر الآخر وما كانوا اشتهمهم هما أصلا لا مظلومية ولا إنصاف ولا أي شيء كل واحد كان يعني يناور يناور من أجل يعني ضفر بالترقية لها فقط وليذهب الجميع إلى المحيط نحن عندما يعني قدمنا العهد على أن نجتمع على كلمة رجل واحد وأن ندافع عن هؤلاء المستضعفين والمغبونين لم يبقى إلا يعني النظر القليل من المخلصين فعلا يعني وحد الأشخاص لتنحييهم من هذا المنبر لابقاوا أو في لهؤلاء الشيوخ رغم أنهم أغلب يديهم يأما تعمل يعني ظاهريا أو هناك من يعمل يعني ما تبغي شبان يعني وراء الكواليس ولكن نصقه بانتظام مع هؤلاء المخلصين لأنها عندما تعاشر تعاشر الإنسان لتتعرف المعدن والأصل فالحمد لله هذا المسار سنتين ومس بيلينا الصالح من الطالح وهذه الأجياء أنا غد يجي وحا اليوم وستبقى من الماضي ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم الإنصاف دينا بدون أن يعني نصاعد لأن التصعيد دينا لن يكون له حدود ونتن عرف راسم زيان عندما أظلم فإن ني لن أضع بين حسباني أي شيء يعني تنمشي جيسكو بو كما تنقول نحرة العقبة ما تتقاش يهمني العواقب والتوابع دي الأشياء اللي غد نقوم بها نهائيا ف نكرر يعني اعتذار دي لي لهذا الإخوان الأحرار والحرائر لفعلا تتبعونا وتكونوا بعض الإخوان كما قلت متقاعدين أساتداء وكانين أبناء دي لم تهم أساتداء وتكونوا تسمعوا هذه الفيديوهات دي لي يعني تتبعوهم في الأسر دي لهم ولكن رأى بعض الخطرات تتخرج ليا شي فلاتات دي اللسان لأن كينين بعض تهي من نقول للإخوان الخرج تندير ثانعي وثان ولكن القلب رأوي كينين البعض يعني رأى أش نقول يصطادون في المياه العاكرة وما تعرفوه سيصطاد ما تعرفوش يصطاد والمشكلة الإنسان لك تتعرفو أنه مراوغ إلى آخرين بتيبقاش فيك الحال الله ما يبقى فيك الحال ولكن الإنسان من تلبس واحد العباء ديلة الطاقية وديل الوعد والإرشاد إلى آخره وفي الآخر فهو هذا شيء غلف غير بش يعني يوصل واحد المكسب دياله وفيه أنانية منافق مراوغ يعني ضعيف جدا أمام كل ما هو مادي فهالطرقية قاع أصلا اللي غدين نعفق عليها وغنخسر الدين ديالي والدنيا ديالي دنياتا وآخرة له ليجيبها قاع أصلا إنسان تعمل بالأسباب والكمال والله سبحانه وتهال وتتلقى واحد قاع ما يصلي ما يدير تحاجة وتتلقى مخلص وتتلقى فيه الرجول ولا أعطى كل كلمة فهاء الله يرد بالجامعة فهؤلاء الناس اللي تديروا هالعباء ديال الإرشاد والإحسان والتقوى والموعيدة إلى آخره في آخر المطاف تتلقى عيان حتى لا نقول شيئا آخر هذا بعض الخطرات هي نيرة تنفعل شي شوية ولكن كان هذا النوع من البشر كبروا بحلوك كنا نشوفهم وكنا نعرف هالعباء إنسان يكون ضعيف لا بد بش يكمل بش حاجة يكمل خاص يكمل لأن الإنسان اللي تيكون قوي ومبني على الصح ما تيبندق للتاشي واحد ومتي يتملق للتاشي واحد لأن تكون عنده الطيقة في نفسه بأنه هذا الشي اللي تيدير الواجب دياله اللي مطلوه من نور تيديره ما عنده علش يتملق للشي واحد هالعيانين من كانوا خدامين لأنهم تيكونوا ناقصين أصلا فلا بد خصهم يبندقو خصهم يبرقو خصهم يكملوا بشي حاجة لتغطي عليهم بشي تغطي ليهم بشيكونوا راضين عليهم هذوك الرؤساء المباشرين ديالهم إلى آخير وهد المسائل بقيت يعني بقيت يعني ملازمة لهم حتى كبروا الله يرد بيهم الله يرد بيهم ما شي اللي نقوله فال الأمور يعني سنتين ونصف هذي بش بدينا تقريبا يعني خديت على العاطق ديالي أنا آمنت بأنني تم تعسف في حقي وفي حقي زملائي وما يمكنش لي الرضا بهذا الظلم نهائيا رغم أنني كتبعت أنا تقريبا بعت بزاف عليه الضومين تنتبع فعلا تنتبع أنا هذاك شي وخا كنت مشينا للقطاعات الأخرى لكن دائما نتبع الأمور ديال من تتوصل لك أنت تتوصل لذلك الوقت ديال لجان التقنية هذه تكون نتبع بالأمور مقادة تنتبع منذ سنين منذ 2005 تقريبا الآن وخا خرجت تنتبع تنتبع سنويان وعارف أشكين وشتيجر ولكن من رجعنا وشفت إخوان ناس كبار في السن فعلا وكان اللي ما لا يقوون حتى على الوقوف ويجيبين معهم الدواء ديال هوم إلى آخر ولك الساعة باقي نخد دان باقي خد دان خديط واحد يعني واحد إجازة ديال يومين وعشنا ايا ومشي حد الرخص فمين شفت الوضع ديال 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 الشيوخ اغلابية ديال هوم يعني مقادرين شتي يوقف ويجيبين معهم تد ديال ومكين اللي يجيب علاش يقلس في الوقفة خديت على العاطق ديال أنني هدي انتفرد تفرغا تام من انتفرغ تفرغا تام من لهذه المظلومة حتى النص ترجع الحقوق ديال كاملة مكتملة غير منقوص مهما كلفني ديال مباشرة من رجعت قدمت الاستيقال ديال ومن تم ونحن في الميدان ورغم ديالك فباقين تنظر الفيديو وات وتنشو بالفيديو وات والحمد لله أتت أكل ديال واخذنا مشغل الفيديو واخذنا مسارات أخرى وراء عود تلك والحمد لله لقينا الناس التي تفهموا لهم فعلا فيهم الخير والأغلابية الأغلابية الصاحقة إنما نقول بأنهم بالإجماع يعني بغين هالشيوخ يتنصفو وبغين يردلهم ولو جزء بسيط من الجميل ديال مشينا في هذا المسار وفقنا الله سبحانه وتعالى وتم الاعتراف بالمظلومية رسميا من داخل قبة البرلمان وترافعنا عليها ويوميا يعني متبعين درنا المذكرات التفصيلية في الموضوع نسقنا مع الأصحاب القرار اللي كانوا يعني يقدموا لنا المساندة وتيوصلوا لنا المظلومية وعن كونتاكت يعني بين الوزارة وبين الناس ليهمهم الأمر قطعة الأخرى التي يهمها الأمر وتم الإنصاف يعني الاعتراف الرسمي بهذا المظلوم كما أن الفئة اللي كانت أصلا مغيبة مغيبة نهائيا ولم يكن يعني شيء واحد يهضر عليها وهم الأصل اللي كانوا أصلي المظلومية هم اللي كانوا متقاعدين بالسلم التاسع اللي كان أصلا بحلا تنضرولهم بأنهم غير معنيين بالإنصاف في حين أن هذو كانوا هما الأصل للمظلومية هما اللي كانت سرقت منهم حقوق دياله هما اللي كانوا خاصهم يترقل والجميع هذي الكتاب العامين والمصالح الإدارية يعرفون ذلك يعرفوا القانون يعرفوا الأمور كيف يشتد وهم اللي يتقاعدوا بالسلم التاسع والقين إخوان يتقاعدوا بالسلم الثامن عنده 42 سنة يتقاعد بالتاسع وكالله عنده 42 سنة يتقاعد بالتاسع كالله عنده 37 سنة وبقي مزاول وتقصى وبقي مزاول في 2019 قبل ما يسبقوا المتقاعد المزاول هو اللي من حقه الترقي لقين المزاول اللي بقي 2019 37 سنة سعود سنة وثنة 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 سعود 31 ثم 2019 يعني بعد ما تصدر يعني المرسوم جوز 19 504 في الجريد ويقصى ويدو بزو واحد السلم التاسع يلا عنده ستة سنة في السلم التاسع ومخرج بالسلم التاسع وعنده 6 سنة ويدوز للسلم العاشر والسنوات اللي كتار من عشر سنوات يحتفظ بها 4600 ويدو وزوم كاملين عبر دفوعات بدون لا لا حتى ولا حصيص ولا لديك لخلي واللي بقي مزاويل ويتقاعد بالسلم التاسع 37 عام دير الخدمة ولي 35 وثلاثين ومين ادرنا ولي تنقرب الإخوان تنظر المغرب الكامل كينين اللي مقاعدين بالثامن 42 سنة دير العام هذو كانوا غيبو ناهيك عن اللوائح ديال اللي تقاعدو من 2012 2003 2004 2005 إلى 2007 لتغفلوها حييدوها درو بحلم 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 لخارج لوائح خارج لوائح خارج ديال الترقي خارج المتقاعدين تقاعدو من 2003 2004 2005 إلى 2007 خارج لوائح ديال الترقي ديال وكانت تتخرج كانت تتخرج الأسماء ديال بالترقية ديال واللوائح تتخرج بالترقية ديال ومناصب خارج لوائح ديال الترقي تم إحداث مناصب مالية مناصب مالية اللي تسرقت ليهم واللوصوص ديال الترقي الجونات الظلامة اللي تقاعدو من 2012 2018 اللي اللي كانوا منقين ربعات المرات اللي سرقوا الترقي من 2003 2010 هم اللي دير لهم يعني مجن عليهم وهما اللي مظلومين إلى آخر في تغييب للحقيقة في تحريف للمطايا في تحريف للحقائق إلى آخر أو لوائح ديال المترقين من الترقي متقاعد قبل أصلا مترقين متقاعد خصوص ترقي مزاويل اللي مزاويل باقي مزاويل قاعد بالتاسع سبعة وثلاثين سنان هذك واللول خصو يترق ومين تبغي ترقي المتقاعدين مجيش غتجي ترقي واحد متقاعد مين تقاعد قبل ما يتقاعد ما كاش مقيد ما تتسال ولو خصوص ترقي لا خصوص تبدا باللائح هذي الناس اللي قبل ما يتقاعد كانوا مرقيين وخارجا لوائح هذي الترقية ديالهم هذك هما اللولين لذي درتوا فيهم القوطة فقط القوطة مستوفين منذ أكثر من سات سنين ثلاثة سنين لواحد تخرج الترقية ديالهم ومين يتقاعد ويدروا فيهم القوطة لأن من يجاب بن كيران ووقف ترقية بالأطار الرجعي وقال لهم حتى وخيكون مستوفين وخيكون خارجين مرقيين إلى آخره ما كانش ترقية بالأطار الرجعي ومن يتجوا في 2019 يفتحوا باب ترقي بالأطار الرجعي يرقوا لم يتسالو لسارقوا لمرقية 4 المرات 5 لسارقين ترقية لديزين بستثنين التاسع للعشر وصارقين ترقية صاحب واللي مرقيين واللوائح دين الناس مرقيين وخارجين مرقيين يديروا يغيبوهم ويغبروهم ومتقاعدين بالتاسع وخاص السلم التاسع هو اللو وليدوز هو اللو وليدوز لأن النظام 6 2003 دار السلم التاسع في طور النقيرة المادة دمية وطنعة الجات باش تسرع الترقي من والتعطية ترقي استثنائية وترخيص استثنائي يعني رخص كل متقاعد يترقى بلا كوطة هذو اللي جابوهم متقاعدين رابطة الوظيفية منتاهية يعني قبل ما تقاعد قبل ما تقاعد ما كنت مقيد متى تسال تنمي لأن المرسوم 0443 لي يحدد يحدد شروط الترقي في الدرجة والإطار بالنسبة لموظف الوظيفة العمومية رهبين فكين البان المادة 4 تحيلك إلى المادة التانية هي اللي تتحيلك إلى المادة التانية ولكن نحن أعطونا استثناء فقط 6 سنوات ندوز 15 على 6 لماذا الأسباب ومسببات اللي ذكرت قبل لأن هذه الفئة دي الثامنين كان جدا متضررة وخص الدوز لواء خرجت باش يترقعوا إذن خصوم يترقعوا وتقاعدوا وخرجت اللواء خصو يترقعوا تغيبوا هذا وتجيبوا وحدين متى تسال تزبت احترامة واستمحوا لي تتسالوش قبل ما يتقاعد ما كانش مقيد ما يتتسالش تنسبق الناس اللي كانوا مرقيين إجداروا علاش حيضوا السلم التاسع لأن الميل بحلوا على أساس زنزان العاش يا راق وهذا تحريف للحقائق وللوقائع وهذا كش اللي تنقول لنا السيد أمزازي من جاقة لك هاد ش اللي قالوا لي قالوا يلمير في بداء من 2012 ولكن ما قالوا ش اللي بأن 2012 راح حيدوا واحد لوائح ديال اللي تقاعد قبل من 2012 علاش لأن كان في 2012 لتقاعد كانوا تتخلصوا منه إذن في 2019 كان خصو يدوز المزاولين ومدوز متقاعد إذن مدام فتح باب الترقي المتقاعد خصو يدوز خصو يدوز اللوائح يلولا للتحيل هي ديال المتقاعدين اللي تقاعدوا واللوائح خرجت باش يترقعو استثنائيا بالماد 2012 هادكم ماللولين هادوك ضحايا زنزانة تاسعة ضحايا الماللولين هادو ماللولين كالصم يدوز هادو تحريف ديال الحقائق والزوير ديالها هو اللي دفعني باش يوميا نبقى على حتى الملف أصبح حقيقة والآن السلم التاسع هو اللي غايف دوما هو اللي غايف دوما في الوقت اللي كانوا هادو الكنان من ذا داروا أسوة تنصيقية ولو تيقول اللي عنده العاشر هو اللي محسوب اللي ما عندوش العاشر ولو هو موكين دو الكين مشكلة كوبا هرقا لا يفع هنا شيئا وتي بدأت يعطيك الإفتاء هو لقلبتيه للقلبس سروالهم قلوب وهو أحذرة قالت لي أن التنصيقية ديالي بحلها بحفظها وتبعوا يعني منك تخرجوا وتبعوا هذوك الكنان ومقوا غادي انتي يجندوا فيهم حتى أقول لوا حل خاتم في الصباح هذين قناة نعذر ومقلش لكم على المشكل اللي غادي ديال الزنال لم كيف هش دارو دان كيمة يقول لك ما زال دور دور والنطفي تولي مضمور ما زال دور دور والنطفي تولي مضمور إنهم دارو تاعية وتاجة تكمل كل شي اللي يجي ين خارجين ده بقال لك يالله يبانو ده يالله دور كي يالله كيف قال لك باغين قدمو الميلف يالله بحالة يالله غيد دير الميلف وراك إن واحد البرلماني هيدو غزلين الميلف تي تريقلو تي تريقلو على الخبور تي لقو على من يضحكو وتكمل داك شي أنا غد نكمل لكم دا بحين طوال هذا هنوقف وغد نهضر لكم على هذا لكن لي من بعد غد ندوز الأمور يلا انتظرونا وبرتجوا وديروا اللايك جيم سوسكريب نيض يليل 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 يا عين احتفت الفوت عاد سويني كيف يلا انتظرونا بعد حين سنعود فاصل ونواصل